القصة أحمد حسام وميدو برضو كان عليها لغة كتير جداً وردود فعل كتير جداً محمد أحمد حسام وكوكا كان عليها لغة كتير جداً لا اشرح لك اشرح لك اشرحها اه لازم السادة المشاهدين يشوفوا بس دي ايه يا القصة كلها باختصار ان في واحد زمنا كان صحفي بيكتب من أحمد حسن كوكا عمل أداء حلو جداً في الدوري التركي وأرقامه وهو بقى أفضل من أكتر لعيب المصريين رقم 3 تحقيقاً لأرقام فده ما عجبش أحمد حسام هو عجب 99 هدف وجاب الهدف المية فقاله انه حقق الهدف المية ما عجبه شالك لا قالك ده مهاجم متواضع لا يصلح للمستوى الدولي حتى لو أحرز ألف هدف فأحمد حسن كوكا ما سكيتش فأحمد دي له عريضة بيذكر له فيها كل بدايات أحمد حسام ميدو وإزاي انتهى وإزاي انه هو كان يعني عنده حاجات شخصية أصار كلاعب قاله انت تزلت 29 سنة كمدرب ما بتكملش شهر مع فرقة يعني أنا أقولك بقى منا يا خالد يعني النقاش دخل في مساحات شخصية كتير ومساحات أبعد على فكرة كوكا ما دخلش في أي حاجة شخصية اللي دخل في حاجة شخصية هو ميدو وميدو كنقل رياضي وعنده برنامج لا يهجوز له يا خالد انه يهد لعب وصل لهدف مية يقول له برافو شد حيلك مش مختلف معك بس أحمد حسن كوكا لأ دخل في حاجة خاصة اللي ما تكلم على أسباب عتزال وكلنا عارفين قاله انت عارف فيه ولمح لأ ولمح لمح يعني فيه تلميح فيه تلميح ده مش صح واللي عمل أحمد وإحمد حسام ميدو كمان مشكلته لأنه بداخل في دائرة الإعلام ودي برضو أتمنى يا جماعة الرياضيين السابقين اللي تحولوا إلى مقاعد الإعلام يجب عليهم أن يفهموا أن الإعلام موضوعية معناه ضق ما ينفعش أن أنا أدخل نفسي وأبقى ضد أو معه طب أنا هصدقك إزاي لو أنت طلعت وبتحلل أو بتنتقد أو بتنقل لي معلومة ليه علاقة بأحمد حسن كوك ما نعارف أن أنت عندك رأي مسبق منه أو من كراش أو 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 ودي يعني أبجديات الإعلام لكن لأسف طبعا الإعلام الرياضي في منطقة تانية يعني ربنا يعفينا